أستاذة هيبة من المينيا تتفضل؟ الوقت يا شيخ لما هيبة معك من المينيا تتفضل يا أستاذ هيبة الوقت اللي يجرى يعني في المصحف أنا معرفش أجرى جوي يعني في المصحف يعني أجرى على جدية يعني؟ اجرى على جديكي وعتخذي ثوابين من الثواب واحد يبقى أنا أقول لك حاجتين بس يا أستاذة هيبة ممكن لو سمحت تواطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون؟ ماشا شيخ ماشا شيخ طيب أستاذة هيبة هتعملي إيبة؟ انت دلوقتي هتقرأي إن شاء الله تقرأي اللي تقدري عليه وإن شاء الله لك الثواب وما تسيبيش المصحف اوعى تسيب المصحف انت لو مش عارفة تقرأي وانت بتقرأي على قدك اقرأي على قدك وما حدش وما تسمعيش لحد لهو يسخر منك ولا أي شيء قراءة على قدك وإن شاء الله لك يتساوبين لكن كمان فيه إجراءين حلوين أول حاجة تشوفي حد يعلمك القراءة قراءة القرآن حتى وإذا ما لقتيش حاولي تقري وراء إزاعة القرآن الكريم يعني حاولي تقري وراء أي قارئ متقن ده وقت عيحسن من قراءة الكتير يبقى حاجتين إما تشوفي حد يعلمك قراءة القرآن الكريم بس في الفترة دي برضو ما تسبيش القرآن برضو تقرأي أو ما لقتيش حد تقرأي خلف قارئ متقن وإن شاء الله ربنا يبارك لك أستاذ هبة نعم